السلام عليكم طلاب طلاب أخذنا بعلم المواد بالمحاضرة الأولى مقدمة عن علم المواد وشنو معناها وكذلك تصنيفاتهم وأنواعهم وتصنيفات الأساسية وتصنيفات اللي تم إضافتها بسبب الثورة الحديثة في العلم وتناولنا بعد طلاب المحاضرات اللاحقة المعادن وتطبيقاتها والسيراميك وتطبيقاتها والبونيمر وتطبيقاتها والكومبزايت وتطبيقاتها والسيراميك وتطبيقاتها اليوم طلاب راح نبدأ بالخواص أول خاصية راح ندرسها للمواد هي الخواص الكهربائية الخواص الكهربائية ادي هنا طلاب هذي الكتركال كوندكشن التوصيل الكهربائي التوصيل الكهربائي طلاب يتم ادي قانون V يساوي I في A قانون Oم اي مادة اي مادة مشرط كل المواد ادي انا اشباه المواسطة نخضع القانون Oم اي مادة ادها قابلية توصيل نطبق عليها قانون Oم يساوي ان V تساوي ان I تيار في R المقاومة حيث R I هو التيار واحدة قياسها امبير والV فولتية واحدة قياسها والR رزيستنس المقاومة شوفوا اركز على كلمة رزيستنس اكو مصطلح ثاني هس رح نتناوله يشركز على كلمة رزيستنس وعندي الام اوم او اوميجا اوم اسمها اوم او اوميجا اوم اسمها اوم او اوميجا هاذي اه وحدة المقاومة وفي ذا كوندكتر للمواصل هاي بالنسبة للتوصيلية الكهربائية عدنا الريسستيفيتي المقاومية اكو عدنا مصطلح اسمه مقاومة ومصطلح المقاومية شوني معنات رمزها طبعا يقرأ رو رمزها ينقرأ رو الار طلاب طول المواصل هنا اذا شوفون هذا الشكل يوضحني الاريا شين هي شي يقصد بها والقال يعني استنسبة بهذا الشكل اللي هو قضيب الاريا ماتة عبارة عن القطر استوانا وعندنا الريكتر كالكوندكتبتي التوصيلية الكهربائية التوصيلية الكهربائية اللي رمزها سيجما هذا الرمز يسموه سيجما الريسستيفيتي رمزي يسمو رو الكوندكتبتي التوصيلية اسمها سيجما السيجما ش ساوي لواحد على رو مقلوب المقاومية عكس المقاومية يعني ان اذا عندي موصلية وريد مقاومية اقلب الموصلية تطيني مقاومية تمام فمن اجي اقلب قانونها وعوضه يعني معجر رو يساوي لي ر اي على ال فالمقلوب ما لتواحد على رو شي ساوي لي واحد على ال على على ر اي وهاي وحدات هز اوميغا في متر والسالب واحد قدنا طلاب الباند ثيوري الباند ثيوري شو المعنات الباند ثيوري نظرية الحزم نظرية الحزم بنظرية الحزم نفترض ان النوات شبيهة مملوئة باليكترانات التكافؤ وشي سموها حزمة التكافؤ طلاب يعني انا شاقول تشوفوا هاي الشكل عندي انا من اجي ارسم كل ذرة اي ذرة بالطبيعة من اجي نرسمها سواء كانت موصلة عازلة شبه موصلة ايا كان نوعها من اجي ارسمها ارسم عندي بالفلانس باند والباند ويجي وراها منه الكندكتب باند بالفلانس باند الفلانس باند اللي هي الكترانات التكافؤ تكون مملوئة بيمن بالالكترانات تكون مملوئة بالالكترانات الكندكتب باند الكندكتب باند تكون فارغة ما مملوئة بالفلانس باند سوفوا الكندكتب باند تكون فارغة عدي الفراغ البياناتين يسمو الباند قاب الفراغ البياناتين شنسمي الباند قاب هذا الطلاب هذا التوزيع براضرية الحزم لو نجي نشوف المعادن مالتنا او المواد الاساسية بالمعادن المعادن هنا مواد موصلة حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل ممكننا اكبرات باند قاب فجوة طاقة او المنطقة المحضورة هاي الحزمة تكون متداخلة متداخلة يعني تكاد تكون معدومة يعني انا من اجي اريد امرر تيار بالموصل ما انتظر انا اصلت علي فولتية بحيه تتغلب لي على قيمة فجوة الطاقة لا مباشرة اول ما انطي تيار يبدي اول ما انطي فولتية بس انطيني تيار ليش يعني ما بي حزمة ما بي فجوة طاقة تكون حزمة التكافؤ حزمة الموصلات احنا نعرف اشباه الموصلات تتمثلي حلقة وصل بين الموصل والعازل يعني قبل يعني من اقول شو هون يعني حلقة وصل سوف اوضحلكم اياها عندي بالسيمي كوندكتر باشباه الموصلات حزمة التكافؤ حزمة التوصيل اكو بيناتهم باند قاب فجوة الطاقة بس هاي قيمة فجوة الطاقة ش تكون صغيرة ليسهل التغلب عليها يعني اري اجي لو اشوبها لو اصل عليها فالطاقة معينة سواء حرارة ضوء سواء كهرباء ضوء بعد فرق جهود راح يصير عدي انتقال الالكترون شو قد ينتقل الالكترون من حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل من يكتسب الالكترون الموجود بحزمة التكافؤ قيمة طاقة مساوية لقيمة فجوة الطاقة هاي بالنسبة من لاشباه الموصلات لذا لذا قبل لاصلت آني طاقة مساوية لقيمة فجوة الطاقة ش تسلك سلوك شو به موصل سلوك عازل ورا ما اصلت عليها هذي الفرق الجهود او الطاقة راح يبدي يسلك لي سلوك موصل لذلك اتمثلي حلقة توصل بين العازل وال موصل بالمواد العازل لطلاب هاي قيمة فجوة الطاقة تكون كبيرة يصعب التغلب عليها فما يصر عدي انتقال الالكترون تمام عندي هسا هنا نضطيكم بالمعادن بالمعادن تكون حزمة التكافؤ حزمة التوصيل حزمة التوصيل الكوندكت بالانسبانت بالانسبانت يأما مملوئة بالالكترونات او ادي حزمة التكافؤ حزمة التوصيل تكون متداخلة بالعوازل واشباه الموصلات تكون حزمة التكافؤ مملوئة ملئ تام بالالكترونات وحزمة التوصيل فارغة يعني بالمعادن بالمعادن طلابي تكون حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل بيهن الكترونات بس بيهن فراغات يعني مملوءات جزئيا بالمعوازل وأشباه المواصلات لا تكون هذه فارغة تماما وهاي مملوءة تماما حزمة التكافؤ مملوءة تماما بالالكترونات وحزمة التوصيل فارغة تماما من الكترونات النسب القيمة مع البانقة فجوة الطاقة هي اللي تحدد لي طلاب مثلا من أجل من جيت شراحة جيت قلت قلت فجوة الطاقة ما موجودة بالمعالن فجوة الطاقة ما موجودة بالمعالن ليه اشتن حزمة التكافؤ حزمة التوصيل متداخلة بينما فجوة الطاقة تكون نسبتها قليلة جدا بأشباه المواصلات قيمتها قليلة أقدر أتغلب عليها بالعوازل فجوة الطاقة شا تكون كبيرة يعني هس أجي من أقول هذا معدن هذا مواصل هذا شبه مواصل هذا عازل من هو ما يتحكم به قيمة فجوة الطاقة قيمة فجوة الطاقة هي اللي تحدد لي إذا كانت المادة مواصلة عازلة شبه مواصلة بالعوازل قالنا بالمواصلات فجوة الطاقة كأنه ما موجودة الفرق بين أشباه المواصلات والعوازل الفرق بين أشباه المواصلات والعوازل إنه بأشباه المواصلات تكون فجوة الطاقة قليلة بالعوازل لا فجوة الطاقة تكون كبيرة جدا عدنا آلية التوصيل ايشنو نصير عدي عمليات التوصيل احنا مو قلنا عدنا حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل وبيهنا تنقف اجواء الطاقة الالكترون الموجود بحزمة التكافؤ من اجي اني اصلت عالية طاقة راح يصير عده عمليات تهيج راح يبني بنساء عمليات تهيج الالكترون عالي مرتبط بذرة طلابها من العلم يقول حزمة التكافؤ حزمة التوصيل هاي دا اوصف لعدنا نوصل الفكرة هو الالكترون موجود وين مو عديان الانوات والدرم دا مدارها الالكترونات الالكترون موجود بالمدار فمن اجي ان اصلت عالية طاقة اذا هاي الطاقة تكفيه وتأهل لانه يحرر نفسه من ارتباطه بالذرة وينتقل من موضوعه الى موضوع اخر كون اكون من ينتقل لازم عنده فراغ هو مو يطلع من المكان هو ما عنده مكان فهاي الانتقالات هي اللي راح تسبب لي شنو التوصيل فبال من يصير عدي انتقال الالكترون من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل من يصير عدي انتقال راح بدي تولد لي تيار بالمعادن طلاب بالمعادن عندنا عدد كبير من الالكترونات وين بحزمة التكافؤ ونقدر انهيجها ليشن ما بيها فجوة الطاقة بنجسات عليها اني فولتية لا سلطين تيار لان ما تحتاج اتغلب على فد اعاقة او شي بيبدي يتولد عدي شنو مني مني يصير عدي اثارة بالايكترون او تيج بالايكترون راح يبدي يولد لي تيار بينما بينما طبعا هاي شنو نقول بالمعادن احتاج انا قد الطاقة قليلة يبدي ينطي تيار بينما بالعوازن احتاج طاقة كبيرة حتى اتغلب على قيمة فجوة الطاقة يبدي الالكترون يتهيج يعني الالكترون من اريد اجي اريد افكر ارتباطه بالذرة هو مرتبط وفل مملوء ما عنده مكان ما عنده مجال او قريب من النواة قوة الجزمات النواة الى تكون كبيرة يعني يحتاج الى طاقة كبيرة حتى يفكر ارتباطه من الذرة وينتقي حتى يولد لي تيار هاي الالية وينتصير بالعوازن باشبار المواصلات هم موجودة هذا الفرق بس يكون الطاقة يحتاجها قليلة اقدر اتغلب عليها هاي بالنسبة للتوصيلية الكهربائية ان شاء الله فهمناها انه انا عندي التوصيل الكهربائي يتبع لي بقانون ohm والresistivity المقاومية اللي ساوي لي شنو رو ساوي لي r a على l وبعدين اخذنا ال conductivity المواصلية واللي ساوي لي مقلوب المقاومية واحد على رو ولي ساوي لي l على r a واخذنا اي شون يصير عملية الانتقال اللي يترون يعني بالمعادل من اشباه المواصلات والعوازن اللي هي الباند تيوري نظرية الحزم شون دي سرا دي انتقالات لي فسات الياه من هي نظرية الحزم شون نظرية الحزم يعني انا عندي balance band conductive band حزمة تكافؤ وحزمة توصيل واكو بيناتهم فجوة الطاقة بالعوازن فجوة الطاقة هاي تكون كبيرة باشباه المواصلات تكون قليلة بالمواصلات تكون متداخلة فعندي بالاشباه المواصلات من اجل اصلت عليها الطاقة شي طيني ينطيني تيام بينما بالعوازن احتاج الى طاقة كبيرة حتى ابدي ازوي تهيج الى الكترون حتى ينتقل ويبدي ينطيني تيار باشباه المواصلات الطاقة تكون يعني شون قليلة اقدر اتغلب عليها هاي بالنسبة للخواص كتوصيلية عندنا الخواص العزل خواص العزل عندنا مواد العازلة هاي المواد اشبيهن نقدر نفصل بيهن الشحنة السالبة عن الشحنة الموجبة المواد العازلة لطلابون نستخدمهن بالمتسعات نستخدمهن يخزنن لي الطاقة الكهربائية يصير عملية تخزين بالطاقة الكهربائية باستخدام العوازل عندنا المتسعة المتسعة الكاباسيتنز رمزها سي المتسعة هي شنو من اقول متسعة هي قابلية على خزن الشحنة ايش قد تخزن يعني من اقول متسعة شي جبالي يعني قابلية على خزن الشحنة كيو تشارج الشحنة شن رمزها كيو بتوين اوباستلي شارجت ليار شافين الواح المتسعات لوحين نفس الحجم نفس النوع مادة مصنوعات من مادة واحدة نفس المساحة تفصل ببيراتهم مسافة واحد مقابل الا من اول من اضاع عليهم فولتية في فالسي شساوي لي كيو على في اذا قانون المتسعة سي شساوي لي الشحنة على الجهد شحنة على الفولت حفظوا هذا القانون طلع بشكل قانون حفظوا رسستيبتي و اوم وهس هنا المتسعة والكوندكتيبتي عدي طلع انتو برالل بليت اذا عندي لوحين المتوازيين و مساحتهم اي وتفصل بيناتهم مسافة قلب الفراغ السي شساوي لي ابسلون نوت اي على قلب الابسلون نوت مش سمية سماحية الفراغ الابسلون نوت سماحية الفراغ ثابت قيمتها ثمانية بوينت خمسة وثمانية في عشرة السالب اثناعش فراغ على متر هاي السماحية في الفراغ سي تساوي لي هاي هناك طلاب بالقانون الاول سي كيو على بي هاي الكاباسيترنز بين لوحين واحد امام اللاخ واحد اكس اللاخ اوبوزت مقابل الي القانون الثاني اللي هو سي ابسلون اي على ال هاي اللوحين موازيين متوازيين وتفصل بيناتهم مسافة قلب اذا المادة العازلة تكون بين لوحين نحط لوحين متسعة نحط براتهم الخشب المايكة حتى نشوف القابلية العزل المالوية هاي اللوحين بثوين توبلاي سي ساوي ان ابسلون اي على ال هنان ابسلون نوت على في اي على ال هنان ابسلون اي على ال ال ابسلون تبثل لي سماحية الوسط العازل هنان ابسلون نوت للفراغ ماذا نقول فراغ يعني هوا يعني ماكو بين اللوحين شيء من اجي اخلي بين اللوحين مادة عازلة مثل الخشب المايكة البطاط اي مادة عازلة فالسماحية هنا سماحية الوسط بعد موها وصار صار عدي وسط عازل فننطيرها مز ابسلون مو ابسلون نوت اللي هي تمثلي السماحية للعازل عدنا العلاقة بين السماحيات العازل وموصل اللي هي الريليتف النسبية السماحية النسبية ابسلون عرش يساوي لي ابسلون على ابسلون نوت وكذلك هي شي سميها ثابت العزل يعني سلو اقولكم حشبولي ثابت العزل يساوي لي ابسلون على ابسلون نوت واضح طلاب عندي حاليا لاني الخواص العزل عدنا المتسعة والمستقطع فولاريزيش استقطاع المتسعة والاستقطاع عندي الوريتيشن التدوير القطب من اقول الوريتيشن الوريتيشن of ادائبو along the appliedู which is called polarization شنو معنات بولاريزيشن هي عملية تدوير القطب على الطول بتأثير المجال الكهربائي هي عملية تدوير القطب نتيجة تأثير المجال كهربائي سميه الاستقطاب هذا تعريف الاستقطاب طلاب polarization the orientation of a diaper along the applied electric field شنو سبب طلاب شنو سبب الاستقطاب سببه انه كثافة الشحنة تزداد it causes charge شنو سبب لي هذي شنو تسبب لي كثافة شحنة وتزيد بالفراغ نسبة لوجود المادة العازلة d تساوي لي epsilon والالكترك فيض في p زائد p كيف تمثلي كثافة الشحنة السطحية d مثلي كثافة الشحنة السطحية للمتسعة وكذلك شنو سميها الزاحة المتسعة طلاب هاي ما مطلوب القانون هذا القانون بس تتوضيح تمام هنا هانا طلاب لما حدنا قدنا قدنا المستقطب هو تدوير القطب بتأثير المجال وشنو سببه كذا زيادة بالمس كثافة السطحية بالفراغ وبوجود نسبة اللي وجود يعني شنو من اقول it causes charge density to increase over that of a vacuum due to the presence of the dial electric material يعني هذا السبب يسبب لي كثافة الشحنة زيادة كثافة الشحنة بالفراغ نسبة الى وجود عاز يسبب لي زيادة بكثافة الشحنة السطحية في الفراغ نسبة اللي وجود يعني بمقارنة هوياما بوجود العازل D اللي هي surface charge of capacitor وإذا نسميها دائرة electric displacement اللي هي زاحت العازل عدي أنواع الاستقطاب أنواع الاستقطاب هذين يتحفظوهم طلاب أنواع الاستقطاب عدي الأربع أنواع من الاستقطاب استقطاب الكتروني وايوني والتدوير والشحنة electronic polarization استقطاب الكتروني هو ما يجب ينتج لها طلاب أنه عندي إزاحة بمركز الكترون حول النواة بتأثير المجال نتيجة إزاحة الإلكترون يعني مركز النوات بتأثير المجال كهربائي الأيانيكبراليزيشن شفقت يحدث بالمواد الأيونية بالمواد الأيونية من أجل تطبق عليهم مجال كهربائي شرح يصير عدي من أكور الإيونيكبراليزيشن يحدث لي بالمواد الأيونية أجل تطبق عليهم مجال كهربائي 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 وانونيوس يحدث لي بالمواد الأيونيكبراليزيشن يصير عدي واحد مقابل الله يعني منهما الإيونيكبراليزيشن المجال الكهربائي والمجال المناطيسي وشي سوي إيشي نتجلي نتجلي زخم القطل الضخم 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 القطل الضخم 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 بالتدوير يحدث المواد التي يكون عندهم زخم قطب الضخم قطب من أجي أدور هالي المادة سوف يصبح عندي تغير بالتجاه القطب الذي سبب منه المجال الكهربائي المسلط فيكوين لي حالة استقطاب يعني صار طلاب عندي عملية تدوير يعني ما هو الاستقطاب يعني مو عندي المجال الكهربائي يتكون من كهرباء مغناطيس بالتدوير شي سوي يحجب لي المجال المغناطيسي ينطيني فقط مجال كهربائي فهذه عملية التدوير مش راح يتسوي لي راح تمر الخطوط المجال الكهربائي وتحجب الخطوط المجال المغناطيسي فصير عملية استقطاب استقطاب شحنة الفراغ هذه تنشأ نتيجة تجمع الشحنات على الأسطح المواد الغير متجانسة وتكون من اكثر من طور وعدها مقاومات مختلفة فقط يصير عدي هذا الشحنة الغير منتظم الفراغ يحدث من تجمع الشحنة على الأسطح بالمواد الغير متجانسة واللي تكون باكثر منطور يعني هي غير متجانسة اكيد اكثر منطور وعدها مقاومة مختلفة الفيرو الفيرواليكتريك الفيرواليكتريك هو شو المعنات الفيرواليكتريك اللي هي المواد الفيرواليكتريك يعرف على انه عندي يصير شو نقول قطب يعني استقطاب يصير عندي استقطاب كهربائي ذاتي يعني ذاتي بدون تأثير مجال خارجي يعني ما اجي ما اجي اني اأثر مجال نوع الاستقطابات من اجي اتأثرت اني مجال كهربائي وصالت عندي حال ساستقطاب احنان بهذا النوع طلاب بالفيرواليكتريكتي شبيهة يصير عندي استقطاب ذاتي بغياب تأثير خارجي الاستقطاب بالذاتي ينشعلي نتيجة ازاحة الاكاشون والانانيوس من ذلك يجب ان يكون متماثلات مواقع متماثلة لذلك الفيرواليكتريك ماتيري المواد الفيرواليكتريك هي المواد المناطيسية لازم تكون عندها سماحية قطب سماحية قطبية مثال على المواد الفيرواليكتريكي ماتيرياز اللي هي بي اي تي اي او روتشالد صورت والفذل انواع طلاب من الادهن هذي المواد شبيهين ادهن اه ثابت عزل كبير اه 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 تسليط مجال قليل المتسعات يصنعوهم من مواد الفيرواليكتريك ماتيرياز تكون الساعة مالتهن اقل من المواد المصنعه بالماده العازل يعني انا من اجيه اصنع مرتسعه من الماده العازله تكون الساعة الخزماته اكبر من ما اصنعها من مواد الفيرواليكتريك المواد المغناطيسية ادنا البيزواليكتريك شنو معنات بيزواليكتريك اللي هي كهربائية ميكانيكية كهربائية ميكانيكية هي تحول الطاقة الكهربائية الى ميكانيكية او بالعكس يعني اما ميكانيك تحول كهرباء او كهرباء تحولها ميكانيك هادش وقت تنشأ طلاب تنشأ تستقطب بواسطة القوة الخارجية وتكون معاكسة باتجاه القوة المسلطة الاتجاه نحصل عليه بالاتجاه المعاكس يعني يصير عندي تغير بالابعات يعني شون طلاب يعني انا اجي بيزواليكتريك مادة اصلت عليها انا جهد يصير بها عملية استقطاب تولد لي مجال هذا المجال نفسه من يرجع هم يصير عندي عملية استقطاب يرجع لي على شكل جهد يعني من اجي اصلت انا على بلورة طاقة كهربائية تولد لي موجات فوق صوتية من اجي اصلت موجات فوق صوتية على نفس البلورة تحوليها لطاقة كهربائية نتيجة شنو الاستقطاب من ساعة ما يتستقطاب ببدي مرر من السرع يحجب تطبيقاتها هذه الموامات بالمايكروفون المايكروفون بالالتراسونيك مولدات الموجات الفوق الصوتية بالسونار بالسونار جهاز السونار و بالقياس سترين الجهاد الميكانيكي ثم نبعداد الجهاد الميكانيكي يستخدمون الموجات البيزو الكتريك مثال عليها على مواد البيزو الكتريك هن الباريوم تيتانت والليت تيتان والليزرغانيت والامونيوم بوسفايت والكوارتز اه الهنا طلاب تنتهي محاضرتنا ان شاء الله نتلقي بالاونلاين ونوضح نقاط قديدة طبعا طلاب بس خلي اذكركم هاي الفيرو الكتريك اللي هي المواد المغناطسية كهربائية والبيزو الكتريك مواد ميكانيكية كهربائية بالفيرو الكتريك تكون عندي عملية استقطاب ذاتية بدون ما اثر عليها بمجال خارجي وهذا استقطاب نتيجة شنو تكون المواقع مال المواد الكاشن والانينيوس تكون متماثلة لذلك تكون عندها سماحية غطبية ذاتية مو بتأثير خارجي وهذه الماتيريال شبيه مواصفاته تكون ثابتية العزل مالتها كبيرة عند التطبيق مجال متذاوب لذلك المتساعات اللي تكون مصنعة من المواد الفيرو الكتريك تكون مات السعر أقل من مواد العازلة وعندنا هنا نبيزو الكتريك هذا الاستقطاب يحدث نتيجة قوة خارجية تكون بعكس تجاه قوة المسلطة لقد اخبرتكم اصليت عليها مجال كهربائي ثم اخبرتني موجات ميكانيكية هذه موجات ميكانيكية في السعرات تحولها إلى مجال كهربائي وهذا السبب اختلاف بالقطب وتطبيقات هذه المواد بالميكروفون و بالموجات موجات فق الصوتية وبالسونار وهذا انواع من البيزو الكترك اهم مادة استخدامة طلاب هي الكوارتز اكثر مادة استخدامة هي الكوارتز نلتقي الطلاب ان شاء الله بالمحاضرة online شكرا لحسن